ما تزال تشهد محافظة تعز معارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة ثانية على مختلف الجبهات أسفرت هذه المواجهات خلال الساعات الماضية عن سقوط ثلاثة من أفراد المقاومة والجيش الوطني وإصابة سبعة آخرين جراء قصف مكثف طالما واقعهم غرب المدينة في الضباب وأيضا في شرق المدينة في جبهة ثعبات والكمب والجحملية حيث تكثف الميليشيا الإنقلابية من هجماتها على مواقع الجيش الوطني والمقاومة كما حدث خلال اليومين الماضيين في محيط اللواء خمسة وثلاثين لكنها فشلت في إحراز أي تقدم بحسب مصادر خصوصا مع تدخل طيارا التحالف العربي الذي شن غارات مركزة غربي المدينة وشرقها في مديرية خدير ألحق فيها خسائر فادحة للميليشيا بالأرواح والعتاد وبينما تستمر الميليشيا في محاولة اختراق المدينة وإخضاعها تتخذ أساليب أخرى لمحاولة الشعور بالانتصار فتذهب من وقت إلى آخر لقصف الأحياء من مواقع تمركزها في محيط المدينة مؤخرا سقط ثمانية جرح من المدنيين جراء الهجمات التي تشنها الميليشيا على الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وهو ما يضاعف من معاناة الأهالي في ظل استمرار القصف المكثف ضدهم مواقع المقاومة والجيش الوطني أيضا كانت الأهداف التي حاولت الميليشيا قصفها وليس داخل المدينة لكن في محيطها أيضا وفي المديريات الموزعة في مختلف الجهات في المحافظة الوازعية التي لم تهدأ المعارك فيها حاولت الميليشيا مهاجمة مواقع المقاومة أكثر من مرة بينما قصفت مواقع المقاومة في الأقروض بالمسراخ وصبر جنوب المدينة